أعلنت ميليشيا إيران الحوثية رفضها تمديد الهدنة في اليمن ووصفتها بالتجربة الصادمة والمخيبة للآمال وأعرب ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لميليشيا إيران عن رفضه لتفاهمات قمة جدة بشأن تمديد الهدنة في اليمن وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية أكدت دعمهما الثابت للهدنة في اليمن وشددت على أهمية استمرارها وإحراز تقدم لتحويلها إلى اتفاق سلام دائم ينهي الصراع الممتد منذ ثمانية أعوام